أنا في رأيي أن الصندوق ده بيلعب واحد من أهم الأدوار من أهم الأدوار لتغيير المجتمع المصري إحنا عندنا مشروع تطوير عواصم البدن أنا هيبقى أسئلتي منحاصرة في أنه إحنا بدأنا نشتغل على كام معاصمة ووصلنا لحد فين معدلات إنجاز قدرنا نوفر كام وحدة ومن خلال كل ده كمان إحنا قدرنا نخلق كام فرصة عمل طيب يا عشان الوقت هيبقى يضايق معنا لا أنا هقعد ساكت بس الوقت مع حضرتك طيب إحنا موادرة عواصم الحافظات كان أطلقها سادة الرئيس من حوالي سنة ودي تزمت مع تغيير اسم الصندوق من صندوق تطوير المناطق العشوائية لصندوق التنمية الحضارية إحنا زيما يبدو كده أتكلمنا وقلنا الفرق كبير جدا ما بين صندوق التنمية الحضارية وصندوق تطوير المناطق العشوائية ده كان مختص بس بتطوير أي مناطق العشوائية غير أمينة موجودة على مستوى الدولة وكان فاتورة الانتهاء من القضية دي كانت 40 مليار جنيه الحمد لله قضينا عليها وبقينا نتكلم دلوقتي على أننا خليين من الغير آمن طبعا عندنا شكل من الأشكال العشوائية الأخرى زي الغير مخطط زي مثلا مشي على طريق الدائر نشوف حاجات دي آمنة ولكن هي عشوائية لكن اسمها غير مخططة فدي طبعا حوالي يعني 40% يعني احنا عندنا فيه 417 ألف فدان في 226 مدينة منهم بقى 160 ألف فدان غير مخطط زي على الطريق الدائري زي أماكن فيه 20% تقريبا بالزبط 37.5% إلى 40% من مسطح العمراني الحضري في مصر غير القرى يعني زي ما احنا قلنا قبل كده احنا عندنا فيه 3 محاور للتنمية العمرانية في مصر أول محور اللي هو المجتمعات العمرانية الجديدة بتقوم بها وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية تاني حاجة الريف ودي مسؤولة عنه وزارة التنمية المحلية تالت حاجة المدن القائمة والحضر اللي هو مسؤولة عنه وصندوق بتاعنا فدول تلت محاور من الهمشة الرابع في التنمية الحضرية والعمرانية في مصر طيب احنا بقى لما جينا شغلنا على صندوق التنمية الحضرية والسيد الرئيس أطلق كزا مبادرة من دون المبادرات اللي هي تطوير عواصل محافظات والمدن الكبرى المستهدف بتاعنا 500 ألف وحدة احنا معنين الشغل داخل مدن القائمة يعني جيش مثلا اعمل مشروع اعمل مشروع ما نفعش اعمل مشروع مثلا في المدن الجديدة انا بعمل مشروع في مدن القائمة طيب اول مشكلة بتاعبئنا في الموضوع ده ايجاد الأراضي الناس قالت عمركم هتلاقوا أراضي الحمد لله احنا لقينا أراضي وشغلين دلوقت احنا مساعدة في 500 ألف وحدة عملنا مرحلة عجلة قلنا عشان نبدأ نتشغل بسرعة وننطلق المرحلة العجلة دي الوحدها 114 ألف وحدة دي المرحلة عجلة ب120 مليار جنيه المستهدة في 500 ألف وحدة بنتكلم في حوالي 500 مليار جنيه ده العاجل ده العاجل اه اللي احنا قلنا نشغل بسرعة وننطلق عشان نقدر نلبي حتياجات المواطنين